السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث ابتدائي أهلا بكم في مادتنا لغتي بارك الله فيكم أيها الأبطال سوف نكمل درسنا اليوم عن مصايفنا بارك الله فيكم سوف نكمل أولا سوف نبدأ اليوم بالقراءة ونتعرف على بعض الظواهر الصوتيات إلى آخر التي سبق أن تعلمناها في دروس سابقة ولكن سنقوم باستخراجها من النص أيضا نرحب بالطلاب والطالبات من ضمين إلينا من فئة الصم وضعاف السمع كما يوجد معي في لغة الإشارة الزميلة الأستاذة يسرى الشهر التي ترجمت درسنا بلغة الإشارة للفئة الغالية على قلوبنا إذن أيها الأبطال نبدأ بدرسنا اليوم عن نص مصايفنا دائما وآبدا أيها الأبطال نبدأ أي عمل لدينا بالبسملة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم نستعد بكتاب لغتي وهذا هو شكل كتاب لغتي وأعتقد أن الجميع يعرف كتاب لغتي ننتقل إلى موضوع درسنا في صفحة 72 مصائفنا أيضا ما زلنا في هذه الوحدة أيها الأبطال بارك الله فيكم من ربوع ربوع من بلادي ربوع من بلادي ما الذي سنفعله اليوم وهي الأهداف المراد اكتسابها في نهاية درسنا أيها الأبطال أولا قراءة النص قراءة صحيحة خالية من الأخطاء ثانيا اكتشاف القيامة الواردة في النص ثالثا التعرف على الظواهر الصوتية إذن سوف نقوم بالتالي في البداية قراءة النص قراءة صامتة لفهم المقروع أيضا بعد أن تنهو القراءة أيها الأبطال قراءة المعلم قراءة جهرية أيضا نستخرج أبرز الظواهر الصوتية أريد منكم أيها الأبطال لمدة دقيقة كافية تأمل هذه الصور والتعرف عليها ترجمة نانسي قنقر أكتفي وإياكم بهذا القدر من الوقت أيها الأبطال إذن نلاحظ بهذه الصور بارك الله فيكم أن هذه الصور تمثل بشكل عام مناطق أثرية في المملكة العربية السعودية أيضا مناطق جميلة ورائعة في المملكة العربية السعودية وهي تعبر عن مناطق للمصايف أثناء التجول في هذه المملكة بطبيعتها أيضا الحكومة قدمت خدمات جميلة رائعة لزوار هذه المصائف كما تلاحظون في هذه الصور بارك الله فيكم ننتقل الآن إلى نصنا والذي هو بعنوان مصايفنا أريد منكم أيها الأبطال أتوجه إلى هذا النص والاستعداد للقراءة ماذا؟ القراءة الصامتة أريد منكم أيها الأبطال القراءة الصامتة من الكتب والذي لا يكون كتابه معه في الوقت الحالي يمكنه المتابعة معنا عن طريق المقطع بارك الله فيكم نبدأ أيها الأبطال وعلى بركة الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 السودة ودلغان والحبلة ومن المصايف الجميلة في بلادنا منطقة جازاني التي تمتاز بالتنوع البيئي والمناخي وتعد البوابة الرئيسية لجزر فرسان أيضا محافظة نجران وهي من أقدم المناطق التاريخية حيث تشتهر جبالها بالنقوش المتنوعة وتوجد فيها الآثار كالأخدود ولأن هذه المصايف ذات طبيعة جبلية فقد أنشأت الحكومة شبكة من الطرق والجسور والأنفاق التي تربطها بمناطق المملكة لتسهيل التنقل لأغراض التعليم والتجارة والسياحة إذن أيها الأبطال بعد أن نهينا القراءة بارك الله فيكم سوف نقوم باستخراج بعض المهارات الصوتية أو الظواهر الصوتية من النص نعود إلى بداية النص كما طلبتم منكم سابقا أيها الأبطال ونقوم باستخراج أحسنتم الظواهر الصوتية أيضا بعض المهارات التي تعلمناها نبدأ الآن أولا باللام القمرية واللام الشمسية أريد منكم وضع دائرة حول اللام القمرية أيضا وضع خط أسفل اللام الشمسية معنا نصف دقيقة كافية أيها الأبطال نبدأ بارك الله فيكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أيها الأبطال ننظر الآن إلى أولا طلبتم منكم استخراج اللام القمرية اللام القمرية متواجدة لدينا في كلمة المعلم أيضا نقرأ أولا طلب المعلم من التلميذ التحدث إلى زملائهم عن المصايف الجبلية في المملكة العربية السعودية إذن أولا المعلم لام قمرية أيضا نبحث أيها الأبطال إلى أن نصل إلى المصائف بارك الله فيكم بارك الله فيكم لام شمسية أم قمرية أحسنتم لام قمرية الجبلية برأيكم أيها الأبطال ممتاز جدا لام قمرية أيضا في المملكة العربية السعودية أحسنتم المملكة لام قمرية العربية لام قمرية السعودية أحسنتم بارك الله فيكم لام شمسية طلبتم منكم أيضا وضع خط أسفل اللام الشمسية نبدأ من بداية الفقرة طلب المعلم من التلميذ التلميذ أحسنتم لام شمسية التحدث أيضا هنا لام شمسية إلى زملائهم عن المصائف الجبلية في المملكة العربية السعودية إذن السعودية أيضا لام شمسية بهذه الطريقة أيها الأبطال نستذكر قاعدة اللام الشمسية واللام القمرية أيها الأبطال اللام الشمسية دائما الحرف الذي يأتي بعدها يكون مشدد أيضا أن اللام الشمسية تكتب ولا تنطب مثل التلميذ التحدث السعودية بهذه الطريقة أما اللام القمرية اللام دائما هنا ساكنة الحرف الذي يكون بعدها حرف متحرك عادي أيضا تكتب وتنطق مثل المعلم أيضا أيها الأبطال نستخرج مهارة أخرى المدود مثل حروف المد أيها الأبطال ألف المد وهو المد يع المد أيضا ألف المد يجب أن يكون الحرف الذي قبله مفتوح وهو المد الحرف الذي قبله مضموم يع المد الحرف الذي يكون قبله مكسور بهذه الطريقة أيها الأبطال فقط نبدأ نستخرج مثل نقرأ بشكل سريع طلب المعلم من التلميذ التحدث إلى زملائهم عن المصايف الجبلية في المملكة العربية السعودية مر علينا أثناء القراءة نوعين من المدود أحسنتم أيها الأبطال في كلمة التنميذ التلاميذ إذن في كلمة التنميذ هنا في وسط الكلمة مد بالألف أيضا في مد باليا واضح أيها الأبطال أيضا نبحث عن التاء المفتوحة والتاء المربوطة ننظر هل لدينا هنا تاء مفتوحة أو تاء مربوطة أحسنتم لدينا تاء مربوطة في كلمة الجبلية هنا بارك الله فيكم هذه التاء المربوطة المملكة أيضا تاء مربوطة العربية السعودية جمعات مربوطة متصلة بآخر الكلمة إذن بنفس الطريقة التي قمنا بها الآن نكمل على باقي النص بارك الله فيكم فمثلا بدأ مهند الحديث قائلا أحسنتم بارك الله فيكم هنا لدي مد بالألف قائلا من المدن هنا ما نوع اللام هنا أيها الأبطال أحسنتم اللام القمرية إذن بهذه الطريقة أيها الأبطال أبحث عن الظواهر الصوتية حروف المد وأيضا حروف المد واللام الشمسية واللام القمرية والتالي المفتوحة والتالي المربوطة المتواجدة معي في النص وأضع حولها إشارات للتعرف عليها بهذه الطريقة أيها الأبطال نكون قد هنا درسنا اليوم عن مصايفنا وقرأنا النص واستخرجنا بعض الظواهر التي سبقوا أن درسناها بارك الله فيكم أيها الأبطال نلتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته